قلت لكم في بداية الجزء الأول من أجزاء هذه الرسالة من أن الدنيا فرصة لا تتكرر فلا تهدروها ومن أن الروح التي نملكها هي روح واحدة لا مجال للتجربة فيها وعليها أقرأ كلاما لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعته دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة العاشرة بعد المائتين إنه الحديث الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة صفحة ميتين وعشرة رقم الحديث ثلاثمائة واحد وثمانين بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل سأقرأ منه موضع الحاجة الإمام يقول والله لو كانت لأحدكم نفسان يعني روحين والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم دققوا النظار هي روح واحدة هي نفس واحدة ويستمر الإمام في كلامه إن أتاكم آت منا يدعي ويقول من أنني على الحق من الهاشميين إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيدون الحديث عن زيد بن إمامنا السجاد فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه ما دعاكم إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ولو ظهره لوفى بما دعاكم إليه عليكم أن تدققوا ولاحظوا فإن الإمامة يريد منكم أن تذهبوا في الاتجاه الذي دعوته ليست لغير محمد وآل محمد لا أن تكون للعجول البشرية الطوسية أو للأحزاب القطبية البترية أقرأ عليكم كلام إمامنا الصادق مرة أخرى والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها من التجربة الأولى ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحقوا أن تختاروا لأنفسكم دققوا النظار إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون إن أتاكم آت ويدعي أنه منا يدعي أنه على الحق فانظروا على أي شيء تخرجون ولا تقولوا خرج زيد هذا كلام مجمل فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه وإلا فإنكم ستقعون في أحضان القذارة والطفاسة هكذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين إنه الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أقرأ موطن الحاجة من الحديث وجه سؤال إلى رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي هذا هو السؤال الذي وجه إلى رسول الله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال رسول الله من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي فهذا سيدخل جهنم من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات ما هي هذه المحرمات؟ ليس الحديث عن الزنا والخمر الزنا والخمر من المحرمات الحديث عن أهم المحرمات أهم المحرمات أن نأخذ الدين من غير علي وآل علي أن ننقض بيئة الغدير هذه هي المحرمات الكبرى فالنبي لا يتحدث عن المحرمات الصغرى المحرمات الصغرى تأتي في حاشية الموضوع المحرمات الصغرى تكون مهمة إذا لم نكن قد ارتكبنا المحرمات الكبرى أما المحرمات الكبرى إذا ارتكبناها فلا قيمة حينئذ للمحرمات الصغرى ومن هنا فإن الناصبية صلى أهزنة ليس هناك من فارق بالنسبة له لأنه قد ارتكب المحرمات الكبرى قد أنكر بيئة الغدير تلك هي المحرمات الكبرى من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات أخذ الدين من غير علي وآل علي فسر القرآن بغير تفسير علي وآل علي أصدر الفتاوى بخلاف منهج علي وآل علي قال للشيعة من أن ذكر علي يبطل صلاتكم هو عجباً وعجباً ذكر علي يبطل صلاة ألا لعنة على تلك الصلاة التي يبطلها ذكر علي ألا لعنة على ذلك الدين الذي صلاته يبطلها ذكر علي ألا لعنة على دين هذه فتاوى من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات ظلمهم لا أن سرق أموالهم ظلمهم حاربهم لأجل علي هذا هو الظلم الأعلى للمؤمنين والمؤمنات أن يسرق أموالهم هذا ظلم ولكن هذا من الظلم الأصغر بالقياس إلى الظلم الأكبر الظلم الأكبر أن حاربهم أن شوه سمعتهم أن آذاهم أن سجنهم أن قتلهم أن فعل فيهم ما فعل لأجل ولايتهم لعلي لأجل أن لا يعبدوا العجول الطوسية القذرة الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا من دين صاحب الزمان من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات الآن يأتي الحديث عن المحرمات الأصغر وخالف ما رسم له من الشرعيات الكلام في البداية عن العقيدة وعن التعامل مع المؤمنين والمؤمنات من وجهة نظر عقائدية وخالف ما رسم له من الشرعيات الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي مثل ما يفعل مراجع الحوزة الطوسية البترية القذرة رسول الله هو الذي يصفها من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا لأنه كان في الدنيا قذرا طفسا الطفاسة أكثر من القذارة وأقبح من القذارة جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس مثل ما كان في الدنيا كان قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية فمواليك الأخيار هم الطهارة وهم النظافة وهم الأناقة وهم الجمال وهم الصفاء وهم النقاء وأنت القذارة والطفاسة والنجاسة والحقارة من هنا جاء حديثي يا من تسألون من دون حكمة ومعرفة وتقولون نحن زهرائيون ونحن شيعة أنتم لستم زهرائيين لو كنتم زهرائيين لتتبعتم البرامج ودرستموها أن تستمعوا إلى مقاطع قصيرة وتقولون نحن زهرائيون أنتم سقيفيون ما أنتم بزهرائيين الثقافة الزهرائية هي هذه وهذه ثقافة مبثوثة في كل برامج وبالتفصيل والتدقيق والتحقيق والتنقيب والتنقير وبالتوثيق الكامل نذهب إلى فاصل من المصدر نفسه من الجزء الثامن من الكاف الشريف في صفحة الخامسة والثمانين بعد المئة إنه الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين بسنده عن إسماعيل البصري يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يسأل أصحابه يسأل شيعته تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا هكذا هو العيش وهل العيش إلا هكذا الإمام يقول لنا إذا أردتم أن تعيشوا مثل ما نريد وهل العيش إلا هكذا يعني هذا هو العيش الذي نحن نريده نريده لشيعتنا الإمام يقول لكم فاصنعوا هذه الأجواء هذه الأجواء لا تصنعوا وأنتم جالسون من دون عمال وكل شخص عرف الحقيقة وسكت وكل مجموعة انطوت على نفسها لابد أن تبادر إلى صناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي وهل العيش إلا هكذا هذا هو الذي يريده إمامنا الصادق صلوات الله عليه تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذار رضوان الله تعالى عليه أقرأ عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الأنوار للمجلس إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثمانين من وصايا ومواعضي رسول الله لأبي ذار يا أبا ذار يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر في جنب الله جنب الله هو الإمام المعصوم يا حسرة يا حسرة على ما فردت في جنب الله جنب الله هو الإمام المعصوم يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يراها دون ذلك دون الأباعر يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان يخاطب أبا ذار لا تصيب أنت يا أبا ذار حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذه حقائق الثقافة التي يريد رسول الله منا أن نتعامل معها وأن ندركها يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم لماذا؟ لأنهم على منهج بعيد عن منهج الغديرين هذه هي الحقيقة من الآخر نذهب إلى فاصل لم يبقى من وقت الحلقة إلا قليل لذا سأذكركم بما قلته بنحو موجز في بداية الحلقة الماضية في بداية الجزء الثالث من أجزاء هذه الرسالة حينما قلت لكم من أن الإعلام والتعليم هما الذين سيصنعان التيارة الفكرية العقائدية المجتمعي وقلت لكم من أن التيارة إذا ما نشأ نشأة صحيحة فإنه سينتج إعلاما وتعليما أيضا وهذا هو الذي حدثتكم عنه في هذه الرسالة من بدايتها إلى هذه اللحظة رواية مهمة تكون ختاما لهذه الحلقة وختاما لهذه الرسالة أقرأ عليكم من الكافي من الجزء الثامن من الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة والحديث رقمه أيضا الثامن والعشرون بعد المئة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن رجلا تحدث في تحقير الكلام وفي تحقير الخطاب الإمام الإمام هكذا قال له أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره اعلم اعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثهم ومعهم ذهب ولا فضة ولكن بعثهم بالكلام الكلام الكلام هو أثمن شيء ولذا فإن الله بعث الرسل والأنبياء والملائكة بالكلام أيها الرجل أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره اعلم اعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثهم ومعهم ذهب ولا فضة ولكن بعثهم بالكلام وإنما عرف الله جل وعز نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والأعلام إنه الإعلام والتعليم أتمنى أن تتابعوا إعادة هذه الحلقات وأن تدرسوها بدقة لأنها تشكل لكم برنامج عمل وقد رسم هذا البرنامج بعناية فائقة وفقا لمذاق العترة الطاهرة وفقا لمذاق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى مولى نعمتي سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر